أهلا بكم وإلى العنو أنصار الله تؤكد للميادين أن المبغوثة الأممية يحمل شروطاً إماراتية والجيش اليمنية تحدثوا عن انتصارات وهمية للتحالف مسؤول أمريكي يؤكد أن إسرائيل هي التي أغارت على منطقة البكمال عند الحدود السورية العراقية وبغداد تستنكر أي استهداف لمناطق تشهد قتالاً ضد داعش قبل يومين من محاكمته منظمات حققية وإنسانية تدعى السلطات في البحرين إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان بكين تتهد ترامب بالابتزاز من خلال إعلانه فرض المزيد من الرسوم الجمهورية على بضائعها الهدف العربي الأول في مونديال روسيا يسجله نصور قرطاج قبل أن يسقط أمام إنجلترا في الوقت الضائح أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية شرف غالب لقمان أن قوات التحالف السعودي تتحدث عن انتصارات وهمية في الحديدة وفي اتصال مع الميادين أكد لقمان أن القوات السعودي عاجزة عن الوصول إلى الحديدة ولكن المسألة الحديدة آمنة ولا يوجد فيها أي مواجهات المواجهات كلها من ناحية النخيلات في منطقة الدريهمي التي تبعد أكثر من 20 كيلو عن آخر ممتكة من مناطق الحديدة وقد حاولت قوات العدوان على مدى الأيام الأربعة فك هذا الحصار ولم يتمكنوا رغم الضربات ورغم الغارات التي يشلونها نرجو أن يكون المبعوث الأممي محايدا ويبحث عن حل الإزمة عليهم أن يوكفوا غاراتهم وعدوانهم وثم تتفاوض حكومتنا معهم لقمان شدد على أن أي طرح أممي لتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة أو لأي طرف آخر غير وارد أبدا نحن لا نعوّل عليها كثيرا فقد أثرت أنها الجزء من العدوان وليس الطرفا محايدا لحل مشكلة في اليمن هذا واضح لكل ذي عينين الآن حسب التسريبات التي وصلتنا أنه كل ما لديه الآن قريفة أنه يطرح موضوع تسليم الحديدة إذا كان موضوع تسليم الحديدة لا للأمم المتحدة ولا لغيرها هذا موضوع غير وارد لدينا على الإطلاق ونقاتل ونستمر فيه طالما أنه لا يعطي حلا للمشكلة ومشكلة الحديدة هي مشكلة عدن هي مشكلة مأرد كل المحافظات اليمينية لدينا سواء ونحوصة نعيدها إن شاء الله عضو وفدي أنصار الله إلى المفاوضات حميد عاصم أكد في تسريح للميادين أن انسحاب الجيش اليمني واللجان الشعبية من الحديدة مستحيل وغير وارد كما شدد على رفض عودة الرئيس عبدرب منصور هادي تحت أي مسمى وفي أي طرف يريدون مننا أن نسحب من الحديدة وذلك كلمة مستحيل كلمة الانسحاب والاستسلام غير واردة في قاموس أبناء الشعب اليمني على الإطلاق هم يريدون أن نسحب ولا نسحب معناها إذا نسحبنا من الحديدة أو حتى من الحديدة معنا أنه 50 كيلو متر مربع في كل اتجاه هذا يعني مثلما عندما أردوا أن نسلم مدر صنعاء هو أيضا 45 كيلو متر مربع في كل اتجاه بمعنى أنه سلم الحديدة ومشي أو سلم صنعاء ومشي هذا أيضا كل شروط لا يقبل بها أحد نحن في أرضنا نحن لسنا محتلين لأحد ولا غازين لأحد هم اللي يغزوا وهما اللي يحاولون أن يحتلوا وهما اللي يجب أن ينسحبهم دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الأمم المتحدة إلى أداء دورها في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخلال لقائها المبعوط الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث في صنعاء شدد المشاط على ضرورة رفع الحصار يعاني المطارات والموانئ والسماح بدخول المواد الإغاثية والغذائية إلى اليمن إلى ذلك اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة على مدابعة الوضع في اليمن على نحو دائم وكذلك جهود المبعوط الأممي الخاص مارتين جريفث أعضاء المجلس في إجاز قدمه النائب المندوب الروسي شددوا على ضرورة إبقاء المرافق ولسيما الحديدة وصليف مفتوحين تفاديا لأي كوارثة إنسانية يتابعوا أعضاء مجلس الأمن الوضع في اليمن عن كثب ولقد أثنوا على جهود موظفي الأمم المتحدة على الأرض وأخذوا علما بأن جهود المبعوط الدولي بشأن الحديدة مستمرة كما كرروا دعوتهم إبقاء من أي الحديدة وصليف مفتوحين ويعملان على نحو آمن بالنظر إلى التهديد الإنساني المثل كما رحبوا بإحاطة المبعوط الخاص المتعلقة بمقترحاته حول بدء العملية السياسية وأكدوا دعمهم التام لجهوده وشددوا على أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء النزاعي بدورها شددت مندوبة بريطانيا كاترين بيرس على أهمية إبقاء الموانئ موانئ اليمن مفتوحة بصرف النظر عن نتائج القتال الدائر حول ميناء الحديدة نأمل أن يطلعنا مارتن على تفاصيل أكثر عن الوضع في الحديدة حيث الجلسة مغلقة ويمكن التحدث بسرية فيها لا يمكنني التنبؤ بما سيقوله لكنه مستمر في مساعيه مع كل أطراف التحالف وهو يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يدخل أنصار الله فيها وسيبحث المجلس في سبول دعم المبعوث الدولي والمهم من وجهة نظر الأعضاء أن تبقى المرافق مفتوحة إنها شريان حياة حيوي للشعب اليمني بأسره ولسيما بالنسبة للمواد الإنسانية كما المواد التجارية بغض النظر عن الترتيبات التي يجري التفاهم عليها بخصوص الموانئ ومن دون السمح بتهريب السلاح إلى أنصار الله غريفث فشل في إقناع أنصار الله بما وصفته الحركة بإملاءة إماراتية كما مدد زيارته يوما إضافيا ليلتقي زعيم أنصار الله بحسب مصادر مطلعة أحمد عبد الرحمن والتفاصيل يومان من اللقاءات للمبعوث الأممي مارتين جريفث في صنعاء فشل فيهما في إقناع أنصار الله بما وصف بالإملاءات الإماراتية بالإنسحاب من ميناء الحديدة وتسليم المدينة مهمة ضمنها سهلة مع تصعيد التحالف جوا وبحرا وبرا بقيادة الإمارات باتجاه الحديدة المبعوث مدد زيارته لأيام إضافية لمواصلة جهوده وتقديم إحاطته المقبلة لمجلس الأمن من صنعاء الحديث عن مواكبة هذه الزيارة للتطورات في الساحل الغربي لا معنى له لأننا لا نقبل أي حل مجزة أيضا سمعنا أنه تم تأجيل رحيله من اليمن ومغادرته من اليمن سلطات في صنعاء اتخذت قرار بأنه مرحب به يبقى كيفما يريد لأن مكتبه موجود أصلا في صنعاء رفض أنصار الله لمطالب جيرف فيث رافقه رفض وتحذير أحزاب سياسية من تجزئة الحل وانحراف المبعوث الأممي عن مهمته الحقيقية واتجاهه إلى البحث عن تنازلات سياسية بطريقة تفقد الثقة بالأمم المتحدة ودورها كوسيط للحل أحزاب اللقاء المشترك في صنعاء قالت إن المدخل إلى الحل في اليمن يكمن في إصدار قرار أممي بوقف الحرب وتشكيل سلطة ترفيذية توافقية نحن نريد حل كامل شامل المبعوث الأممي في أول لقاء أفادنا بأنه سيعمل رؤية كاملة كل المؤشرات حتى الآن تنبئ بصعوبة يواجهها غيريفيث في مهمته الطارئة والمستعجلة والساعات المقبلة قد لا تحمل جديدا يذكر من المؤكد أن ما بعد معركة الحديدة لن يكون كما قبلها وما رفض في السابق لن يكون مقبولا اليوم وقد انطلقت المعركة يقول أنصار الله ولهذا يبدو أن المبعوث الأممي بحاجة إلى معجزة لينجح في تمرير ما جاء به أحمد عبد الرحمن صنع الميادين وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنوار قرقاش قال أن الهدف الاستراتيجي من عملية الحديدة دفع أنصار الله إلى الخضوع لحل سياسي على حد تعبيره تكفي ثلاث سنوات من الحرب اليوم هو وقت العملية السياسية وإذا رفض الحوثيون البدء بها فإننا سنجبرهم على ذلك لذا فإن الهدف الاستراتيجي من العمليات الجارية هو استخدام القوة العسكرية لتغيير الحسابات نحو القبول بعملية سياسية لأن اليمن في نهاية المطاف يحتاج إلى هذه العملية السياسية وأعتقد أن هذا هو الهدف نبقى في اليمن حيث شدد علماء تهامة على أن السحلة الغربية تعرضوا لغزو أمريكي بريطاني فرنسي مساند لمن وصفوها بنظام الخيانة والعمالة الإماراتي والسعودي وغلال اللقاء الموسع في الحديدة أشار علماء تهامة إلى أن العدوان الأجنبي المسنود إقليميا بالإماراتيين والسعوديين هدفه احتلال اليمن ونهب ثرواته دعين أبناء تهامة والشعب اليمني إلى توحيد الكلمة ومواجهة العدوان الصوت الذي رفعته صحيفة الڭارديام بشأن مشاركة بريطانيا في صناعات المأساة اليمنية يضاف إلى أصوات ارتفعت في أوروبا وأمريكا منذ بدء الحرب السعودية على اليمن فهل تنعش ضرورة معارك الحديدة أصوات الاعتراض الأوروبية الأمريكية على التدخل في هذه الحرب؟ محمد محسن بلغة واحدة تتعامل حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا مع الحرب السعودية على اليمن لغة يتقنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محضر القائد المباشر للحرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مليارات وصفقات لا أكثر وهي لغة حكومة تيرزامي مع متطلبات الحرب السعودية الإماراتية متجاهلة الأصوات المطالبة بوقف بيع السلاح للسعودية نظرا لارتكابها ما يرقى إلى جرائم الحرب في اليمن لكن قاموس الحرب اليمنية يتجاوز لغة تجار الحروب فمعركة الحديدة بما فيها من مفاجآت كسرت هيبة السلاح الأمريكي والبريطاني تعيد إنتاج لغة الاعتراض في لندن صحيفة الجارديان تفرض مقالا مطولا عما تصفه بالتواطئ البريطاني الذي انكشف في معركة الحديدة وبورقة التوت التي أسقطتها هذه الحرب عن الغرب مقال يأتي استكمالا لما كشفته صحيفة لوفي جاغو الفرنسية عن مشاركة قوات فرنسية خاصة في هذه المعارك منذ ثلاثة أعوام لم تنفك منظمات إنسانية عن توجيه الاتهامات المثبتة بالأدلة للتحالف السعودي بقتل آلاف اليمنيين وتجويع الملايين ومحاصرات الملايين والتسبب بنشر الأمراض نتيجة الحصار المحكم على اليمن العام الماضي دع البرلمان الأوروبي إلى حضر بيع الأسلحة للسعودية بناء على الانتهاكات السعودية في اليمن هذه منظمة العفو الدولية تتحدث عن آثار كارثية على اليمنيين بسبب واردات السلاح الأمريكية والبريطانية إلى السعودية اسم المملكة يرد كثاني مستورد للسلاح في العالم بين عامي 2008 و2017 وفق دراسة صدرت عن معهد ستاكهولم لبحوث السلام كلها نواقص خطر لم تكسر شيئا من الغطاء الأمريكي البريطاني للحرب على اليمن وإذا كانت الحروب دجاجة طبيد ذهبا لواشنطن ولندن فإن مسار معارك اليمن عموما والحديدة خصوصا يكشف فشل المشترين في استثمار هذه الأسلحة هنا بيت القصيد في استنزاف الآلة العسكرية الأمريكية والبريطانية ليطرح السؤال عن مآلات الغطائن السياسي والعسكري لهذه الحرب فواشنطن ولندن أمام خيارين هزيمة العسكر المدجج بسلاحهما أو تسبب هذا السلاح بمأساة إنسانية يحذر منها كل العالم ميدنيا استشهد أربعة مدنيين من أسرة واحدة جراء غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم بمدرية الحوك في محافظة الحديدة مصدر عسكري يمني أفد بمقتل وجرح الكثير من قوات التحالف السعودي إثر استهدف سلاح الجو رتلا عسكريا خلال محاولاته الزحفة باتجاه مواقع الجيش واللجان فيما شرنا طائرات التحالف ثلاثة عشرة غارة على منطقة نخيلة ساحلية بمدرية الدوريهيني في العراق نفت قيادات العمليات المشتركة تعرض دائم من قطاعات القوات العراقية التي تؤمن الحدود مع سوريا لضربات وأكدت أنها لم تكن على اتصال بقوات أمنية داخل الأراضي السورية تعرض مقرها الجنوب جنوب البوكمال لقصف وأنه لم يكن هناك تنسيق معهم البيان أكد أن القوات العامة غرب الحدود ليست من ضمن المنظومة الأمنية العراقية وأن ما جرى تجاوز على الحدود السورية العراقية وسبب لمقتل شاب عراقيين فتح تحقيق بشأنه أو فتح على هذا الأساس تحقيق بشأنه البيان نقل عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي تأكيده عدم وجود قوات للحشد في الأراضي السورية إلى ذلك استنكرت وزارة الخارجية العراقية العمليات الجوية التي تستهدف القوات المنتشرة في مناطق محاربة داعش سواء كانت في العراق أو في سوريا لأنه العدو الذي يهدد الإنسانية بحسب بيان لها الخارجية العراقية رأت أن أي استهداف لهؤلاء المقاتلين بشدة مسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم لداعش ومساندة للتنظيم على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفه من جديد بعدما تعرض للهزيمة الكبرى دعي جميع دول العالم إلى التضامن والتكثف في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة إلى ذلك نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل هي التي نفذت القصف على منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية وأنه لا علاقة للولايات المتحدة أو التحالف الذي تقوده بالعملية سياسيا دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى عقد اجتماع شبهه بعض السياسيين بالمؤتمر الوطني وبين ترحيب من القوى السياسية بالمشاركة وأعلان أخرى عدم تلقيها الدعوة اجل المؤتمر إلى نهاية الأسبوع الحالي عبدالله بدران هوة لكنها ليست كبيرة تلك التي جعلت أطراف العمل السياسي العراقي على ضفاف متفرقة بحكم الفوز الناقص في الانتخابات حصولوا تسع قوائم انتخابية على أكثر من عشرة مقاعد منع القوائم الفائزة نسبيا من تشكيل الحكومة وحدها المحاولات الجارية وفق معلومات الميادين تهدف للوصول إلى تشكيل حكومة أغلبية وظهور أول نموذج للمعارضة وهي أبرز أوراق الدعوة إلى اجتماع ينتهي بتسوية لملف الانتخابات وشكل الحكومة لكن الوصول إلى اتلاف قوي يمكن أن يتشكل بين سائرون والفتح والنصر والحكمة وكتل كردية يواجه مصاعب على رأسها اختيار اسم المرشح لرئاسة الوزراء هذا مضافا إلى قوة وإمكانية دولة القانون والوطنية وكتل سنية وكردية أخرى لتشكيل كتلة أخرى قد تعدل الموازين يرى كثيرون أن المخاضة ليطول لكنه سيكون صعبا ويحتاج إلى حنكة عالية وإدارة سياسية للوصول إلى إعلان التحالف والاتفاق على المناصب الثلاثة ليبقى اسم العبادي متداولا كمرشح لرئاسة الوزراء لدورة جديدة فالبحث عن شخصية تحظى بقبول محلي وإقليمي ودولي مضافا إلى دعم الحليف الأبرز لبغداد في محيطها الإقليمي ينحصر في اسم الرجل حتى الآن لكن يبقى بين بغداد والنجف بوصلتان الأولى التي انتقلت إلى العبادي صاحب الدعوة والثانية ما يطلبه الصدريون والذي قد يتغير من ورقة مغادرة العبادي لحزبه إلى شكل الوزارات وإدارتها وأسماء الوزراء ومن يمثلون وهنا تكمن العودة إلى سيناريو من اثنين في نهاية الدعوة التي وجهها لعبادي فإما العودة إلى نظام الحكومة الجماعية التي يتشارك فيها الجميع أو هي تجربة جديدة لحكومة أغلبية تقابلها المعارضة والأهم بينهما أنه اجتماع إن عقد فقد يحسم ملف الانتخابات وما رافقها عبدالله بدران بغداد الميادين في أشعرنا سوري بحث ممثلون عن منصة موسكو وتأيار الغد والمؤتمر الوطني الديمقراطي ألية عمل للنجلة الدستورية وضعت هذه الأطراف وضعت بالتنسيق مع بعض الشخصيات من الهيئة العليا لائحة بخمسين مرشحان للجنة سلمت إلى المبعوط الأممي استفان ديمستورا الأسماء الموجودة ضمن اللائحة التي قدمناها هي حاليا وثيقة بيد الضامنين وبيد سيد ديمستورا ولذلك ليس من حقنا لا نرى من حقنا أن نتكلم عن طبيعة وما هي الأسماء الموجودة ضمن هذه اللائحة لكن بالمعنى العام موقفنا قلناه سابقا ونقوله الآن نحن مع أوسع تمثيل المعارضة ضمن هذه اللجنة وليس المعارضة فقط وإنما كل فئات الشعب السوري لأن المسألة هنا أكبر من مسألة الاشتراك في الجناز فقط وفي المحادثات والمفاوضات المسألة هي مسألة تخص الشعب السوري لعشرات السنين القادمة حين نتحدث عن دستور فهذه مسألة وطنية عامة ينبغي أن نشرك فيها أكبر قدر ممكن من السوريين أصداء المواقف الأخيرة التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الحضور الإيراني في سوريا ترددت سريعا في إسرائيل إذ رأت فيها أوصات إسرائيلية فشلا أو إفشلا لتحذيرات نتنياهو وتهديداته المباشرة للأسد هاني فحص مواقف الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة من الحضور الإيراني وحزب الله في سوريا قرئت لدى أوصات إسرائيلية كفشل لتهديدات ورسائل رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو المتكررة والمواجهة مباشرة لرئيس الأسد ولنظامه المشكلة الحقيقية في سوريا هي أن الأسد رفض تهديد نتنياهو نتنياهو الذي قال للأسد عللا وقبل ذلك عبر رسائل سرية إذا سمحت ببقاء الإيرانيين في سوريا فأنك ستكون الهدف أنت ونظامك وجيشك فشل استراتيجية التفكيك والاستفراد الإسرائيلية جاء بنظر معلقين معطوفا على فشل الرهان الإسرائيلي على دور روسي ما لإبعاد الإيرانيين وحزب الله من الجنوب السوري لقد اتضح أن ليس هناك اتفاق بين إسرائيل وروسيا بشأن اقتراب لجيش الأسد من الحدود الإسرائيلية في القناترا وغيرها قرب الجنان وذلك مقابل أن يبعد الروس الإيرانيين عن الحدود في الجنوب السوري ليس هناك مثل هذا الاتفاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو والذي لم يأل جهدا لإبعاد إيران وحزب الله عن الساحة السورية رد في جلسة الحكومة الأسبوعية على الرئيس الأسد من دون أن يسميه أوضحت مرة أخرى المبادئ الأساسية التي ترشدنا حيال الأوضاع في سوريا أولا يجب على إيران أن تنسحب من جميع الأراضي السورية وثانيا أننا سنعمل ونعمل حاليا ضد المحاولات الإيرانية والمحاولات التي يقوم بها وكلاء إيران للتموضع عسكريا قرب الحدود الإسرائيلية وداخل العمق السوري الاهتمام الإسرائيلي بما تسميه التمركز الإيراني في سوريا ارتفعت وطيرته مؤخرا لدرجة أن نتنياهو وضعه كهدف أول في جولته الأوروبية الأسبوع الماضي كما لاتصالاته مع القيادتين الروسية والأمريكية في نهاية الأسبوع تحدثت مع بوتين ومع وزير الخارجية الأمريكي كررت وأوضحت المبادئ التي تحركنا فيما خص سوريا نحن سنعمل ضد التمركز الإيراني في سوريا في أي مكان كان وما يلفط نظر معلقين هو التغير المفاجئ في نبرة نتنياهو وإكراره الأسبوع الماضي بأن إخراج إيران وحلفائها من سوريا هو مسار طويل أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على بلدة تشيش شمال شرقي سوريا وأشرت إلى أن مقاتليها دخلوا بلدة الناصرة وبتوا على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود السورية العراقية محمد الخضر والتفاصيل مئات الكيلومترات المربعة في ريف الحسك الجنوبي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من قبل التحالف الدولي نجحت عاصفة الجزيرة الثانية خلال أسبوعين في طرد داعش من أكثر من 12 قرية وبلدة أبرزها الدشيشة المعقل الرئيسي للتنظيم جنوبي الحسكة خطوة باتجاه طرد داعش من الحدود السورية العراقية وصولا إلى طل سفوك وفرض أمر واقع جديد هدف الأساسي لقوات قصد والولايات المتحدة من احتلال تلك المنطقة أو تبادل الاحتلال وتخليصها من يد داعش هو تحقيق أمرين الأمر الأول هو إثبات موجودية لقوات سوريا الديمقراطية كمليشيا أمر واقع تبرر وجود الولايات المتحدة واحتلالها لتلك الجغرافية السورية الأمر الآخر هو تنفيذ عمليات التطهير العرقي التي يتم من خلال نقل المواطنين السوريين من عفرين باتجاه محافظة الحسكة هدف لم يعد بعيدا مع التطورات الميدانية المتلاحقة لصالح قصد نجح المهاجمون بغطاء جوي أمريكي استهدف عدة مرات المدنيين في تل الشائر في تاميني مساحات واسعة تقلصت سيطرة داعش المقدرة بنحو ثلاثة ألاف كيلو متر مربع ضمن بادية الحسكة لكن التنظيمة لا يزال ينشط في دير الزور الشرقي أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية لن تدخل إلى هجين والمناطق التي تحتل المحتلة من قبل داعش لأنها ستتركها هي والولايات المتحدة كمنطقة ارتكاز داعش وبالتالي مبرر للوجود الأمريكي ومبرر أيضا لوجود قوات سوريا الديمقراطية في تلك المنطقة ونقطة فصل بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية لعدم حصول إمكاني لاستضام القضاء الكامل على داعش في المنطقة يعني نهاية مبرر الوجود الأمريكي في تلك المساحات الشاسعة جيوب كثيرة للتنظيم تبدو ضرورية لأجندات أمريكية لم تنتهي بعد جيوب داعش على ضفة الفراتي شكلت ضاغطا كبيرا على القرى والبلدات التي أمنها الجيش السوري وحلفه جيوب نمت في ظل رفض الأمريكيين أي تنسيق للقضاء عليها ومع استهداف التحالف المتكرر لوحدات الجيش السوري على تلك الجبهات محمد الخضر دمشق الميادين بعد الفاصل شجب دولي لسياسة الفصل التي تنتهيها الإدارة الأمريكية بحق الأجي من جديد أهلا بكم قبل أيام من صدوري حكم بحقه دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان فيما يطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تغريدات وذلك تضامرا مع سلمان هل اقترب لقاء البحرينيين برمز الدفاع عن حقوقهم؟ خطوات الشيخ علي سلمان الإصلاحية كانت كافية لاعتقاله من قبل النظام البحريني وسجنه لمدة أربع سنوات ليس لكم شرعية شعبية لو وضعتمونا جميعا في السجن لكن بدل أن ينتظر هؤلاء خروج الأمين العام لجمعية الوفاق في البحرين من سجنه يرتقبون حكما بقضية مكالمة يتيمة ومشتزأة منظمة العفو الدولية استبقت الحكم بدعوة للإفراج الفوري عنه غردت على حسابها على تويتر الشيخ سلمان سجين رأي على البحرين الإفراج عنه فورا لكن لا يبدو أن النظام البحريني يسير في هذا الاتجاه تبدل موقف البحرين تجاه الدوحة غير المسار وبدأ معه زمن تصفية الحسابات مكالمة مجتزأة عرضت أواخر عام 2017 بين الشيخ سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم عام 2011 مثلت قضية جديدة بعنوان التخابر مع دولة أجنبية النظام لا يملك شجاعة تقديم التسجيل الكامل للمكالمة التي يبني عليها اتهامه برغم وجود إفادات من كل الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية والتي ضحضت كل الاتهامات الموجهة للشيخ وكان فيه اتصال من أمريكا جيف فلتمن يكلمني وطلب مني أن نساعد في هذا الموضوع وهو سيكون في البحرين عندما أنا أجي البحرين اتصال بالأمير سعود الله يرحمه بالتليفون وقال لي الليلة أنا بروح البحرين وأريدك تكون معاي في البحرين قلت له جايين باقي الزملاء قال لي لا أنا وأنت ضروري اليوم قطر لم تقم في هذه المسألة إلا بدور إيجابي وخلنا أحددلك إياه أخي معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم كان له دور من البداية مع أشقاء وزراء خارجية دول مجلس تعاون في دعم مملكة البحرين على وقع مجرى الأمور تطالب الوفاق الدول المعنية بالتحرك لوقف هذه المحاكمة غير العادلة القائمة على أساس اللاصحة له إطلاقا وتطلب نشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع أو اجتزاء في الفعالية التكريمية للناشط الحققي البحريني نبيل رجب التي أقامتها بلدية باريس شكر الناشط الحققي الشيخ ميثم السلمان البلدية على الجائزة التي قدمت إلى رجب قائلا أن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة دفعت البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى الدعوة لفرض عقوبات على منتهك حقوق الإنسان في البحرين قرار البرلمان الأوروبي يستند إلى ستة قرارات سابقة جرى اعتمادها في العامين الماضيين وهي تتناول الوضع المتدهور لحالة حقوق الإنسان في البحرين القرار أعرب عن الأسف لأنه مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في تشرين الأول أكتوبر لم تقدم السلطات الحد الأدنى من الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونازيهة بل على العكس ما من مساحة مدنية أو للحريات ولا حتى للنداءات المطالبة بالحوار والمصالحة الشيخ سلمان قال أن العامين الماضيين شهدوا أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين خلال عقود تعرض الناشطون والمدفعون لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان للتعذيب تعرضوا وكذلك للسجن تجري معاقبة نبيل رجب بكل الأسليب لكسر روحيته المعنوية ومن المؤكد أن هذه الجائزة تمنحه الإكسجين لمواصلة كفاحه من أجل حقوق الإنسان في البحرين هو معزول عن نزلاء السجن لمدة عامين ومسجون في زنزانة قبرة لمدة 23 ساعة يوميا ومحروم الكتب ومشاهدة التلفاز بل إن الحشرات تغطي جسمه حتى وهو نائم حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جواتيرس من خطر اندلاع حرب جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين جواتيرس وفي أول تقرير له حول الاستطان أعرب عن قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة لدين الحطوات التي يتخذها الجانبان والتي تؤدي إلى مثل هذا الوضع الخطر وفق تعبيره أعتقلت السلطات الإسرائيلية وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيجافة بتهمة التجسس لمصلحة إيران وسائل إعلام الإسرائيلية أشرت إلى أن سيجافة شارك في جلسات الحكومة ولديه معلومات عن منشآت الطاقة والمياه وكذلك المنشآت السرية مشيرة إلى أن ذلك إنجاز هائل لإيران مريم عثمان بشبهة التجسس لصالح إيران أتقل الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيجاف هذا ما نقلته وسائل أعلام إسرائيلية عن جهاز لمن الشباك الذي سمح بنشر أسباب اعتقال سيجاف في أيار مايو الماضي وسائل الأعلام أكدت مصادقة المستشار القانوني للحكومة ونيابة الدولة على لائحة الاتهامات التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية بحقه في نهاية التحقيق وزير الطاقة والبناء التحتية السابق سكن خلال السنوات الأخيرة في نيجيريا ووصل إلى غينيا خلال شهر أيار مايو الماضي وبعد رفض غينيا السماح بدخوله أراضيها نقل سيجاف إلى فلسطين المحتلة بناء على طلب شرطة إسرائيل ومع وصوله اعتقل مباشرة بعد جمع معلومات تشير إلى إقامته علاقات مع أجهزة استخبارية إيرانية ومساعدتها في أنشطتها ضد إسرائيل بحسب وسائل الأعلام أيضا معلق الشؤون الأمنية في صحيفة معرف الإسرائيلية يوسي ملمان قال إن قضية سيجاف أخطر من قضية فعنونو إذ إن سيجاف تعامل مع دولة عدوة تدعي أنه ليس لإسرائيل الحق في الوجود مؤشرا إلى أن الوزير السابق شارك في جلسات حكومية ويعرف عن منشآت الطاقة والمياه والمنشآت السرية وشدد ملمان على أن نجاح إيران في تجنيد وزير سابق لمصلحتها إنجاز هائل لها خلال التحقيق مع سيجاف تبين أنه جند واشتغل كعميل من قبل الاستخبارات الإيرانية والتقى مع رجال استخبارات إيرانيين في إيران ومختلف أنحاء العالم بعد حصوله على منظومة اتصالات سرية مشفرة لتبادل الرسائل تحقيق الشباك أكد نقل سيجاف معلومات تتعلق بقطاع الطاقة ومواقع أمنية في إسرائيل بعدما نسج علاقات مع إسرائيليين مرتبطين بمجال الحماية والأمن والعلاقات الخارجية ووصلهم برجال استخبارات إيرانية بعد تقديمهم على أنهم رجال أعمال عاديون ردت الصين على تصريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعة من إطلاقه تهديدات توعد فيها بفرض نسبة عشرة بالمئة على ما قيمته مئتا مليار دولار من السلع وأشرت إلى أن تهديداته لها ابتزاز مهددة واشنطن بإجراءات انتقامية وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات نوعية وكمية إذا فرضت الحكومة الأمريكية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد بفرض الرسوم نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته مئتا مليار دولار من السلع الصينية مصاعدا بذلك حربا تجارية مع بكين وذكرت ترامب أنه طلب من الممثل التجاري الأمريكي تحديد المنتجات الصينية التي ستخضع للرسوم الجديدة وقال أن الخطوة تأتي ردا على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أمريكية قيمتها 50 مليار دولار أعلنت الحكومة الأمريكية أنها فصلت في غضون خمسة أسابيع أكثر من ألفين طفل وقاصر عن أهاليهم بعدما عبروا إلى الولايات المتحدة وعبروا خلصة وارتفعت أعداد الأطفال المفصولين عن ذويهم منذ أعلان إدارة ترامب في وقت سابق من العام الجاري سياسة عدم التهاون حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية الأمم المتحدة بدورها استنكرت سياسة الفصل التي تنتهجها إدارة ترامب بحق اللاجئين وفقاً للمبادئ الإنسانية يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة احترام كرامة اللاجئين والمهاجرين وإنسانيتهم على أساس القوانين الدولية ويجب عدم إرعاب الأطفال من خلال فصلهم عن ذويهم بل يجب الحفاظ على وحدة العائلات أنقذت البحرية الليبية 117 مهاجراً وانتشرت خمسة جثث بعد غرق مركب مططي قرب السواحي الليبية وقال مصدر في القوات البحرية الليبية قال أن الحادثة وقعت على بعد ثمانية أميال بحرية شمالي بلدة أبو كماش الواقع على سحر البحر الأبيض المتوسط وذلك بالقرب من الحدود مع تونس وأضاف أن المركب كان على وشك أن يغرق لحظة وصول أفراد البحرية الليبية إلى المكان وأكد أن هناك نساء وأطفال من بين الأشخاص الذين جرى أنقاذهم حيث نقلوا إلى ترابلوس وتضامن مع اللاجئين في أوروبا تظهر الألاف في فرنسا وجهوا انتقادات إلى الحكومات الأوروبية لرفضها استقبال السفن التي تقل مهاجرين ولاجئين من مختلف دول العالم وقف القبطان الإيطالي كما يلقبه مناصره بقوة وحزم رافض نأرسو أي سفينة تحمل مهاجرين على شواطئ بلاده وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني قالها صراحة البلاد لم تعد ممسحة أقدام أوروبا صد النجم الصاعد في المشهد اليميني الإيطالي لمهاجر سفينة أكواريس الستمائة الذين أمضوا أسبوعا في عرض البحر أعاد تسليط الضوء على مشكلة الهجرة التي أنهكت القارة العجوز ألمانيا التي تبنت سياسة الباب المفتوح أمام آلاف المهاجرين انفجرت في أروقتها السياسية أزمات وصفها وزير الداخلية الألماني بالخطرة الرجل حذر من أن أزمة المهاجرين لا تعرض تماسك الائتلاف الحاكم الحديث الولادة في ألمانيا وحسب بل تماسك أوروبا ككل كان هناك عدد كبير من المرضى على متن سفينة عشرات المهاجرين كانوا على وشك الموت غرقا سمعنا قصصا مروعة عن أبرياء تعرضوا للاعتداء الجنسي أو للصدمة جراء الحروب الدائرة في بلدانهم وخصوصا ليبيا إنقاذ حياة أحدهم ليس جريمة إنه واجب بالنسبة إلينا نحن أطباء ولن نترك المهاجرين يموتون وسط البحر المتوسط مئات الفرنسيين يؤيدون الدكتور ديفيد نزلوا إلى شوارع باريس حاملين لافتات مؤيدة للمهاجرين الفرين من مناطق النزاع والباحثين عن فرصة في العيش بأمان فرنسا الخارجة حديثا من أزمة أدغالي كالي قررت التعاون مع جارتها الإسبانية لاستقبال سفينة أكواريس التي رست أخيرا في ميناء فالنسيا حيث نصبت الخيام وتمركزت سيارة الإصعاف لاستقبال المهاجرين رسو سفينة أكواريس على شواطئ إسبانيا لا يعني انتهاء أزمة المهاجرين التي قسمت الأوروبيين إلى تيارين الأول يريد إنقاذ الإنسان والثاني يخاف أن يحمل المهاجرون أزماتهم إلى أوروبا المنهكة وبالتالي يهددون استقرارها وتوزعها الديموكرافية وحتى هويتها وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر أن وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون بتشكيل قوة فضائية تكون بمثابة الفرع السادس للجيش الأمريكي أنا هنا لأطلب من إدارة الدفاع والبنتاجون البدء بإجراءات تأسيس القوة الفضائية والتي ستكون ذرع سادسة للقوات الأمريكية وهذه خطوة كبيرة هذه المرة لن نكتفي بزرع علم وترك آثار أقدام بل سنؤسس لوجود طويل لما فيه مصلحة اقتصادنا سنبدأ بتأسيس مهمة دائمة إلى المريخ وهذا الأمر سيتم بسرعة إلى مونديل روسيا حيث صمد المنتخب التونسي أكثر من 90 دقيقة محافظا على أول نقطة عربية إلا أن إنجلترا سجلت في الوقت بدل الضائع وانتزعت الفوز وبرغم التقدم السريع لمنتخب الأسود الثلاثة لم يدخل نصر قرطاج غرفة الملابس قبل أدرك التعادل بركلة جزاء نفذها فرجاني ساسي التعادل بقي صامدا حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من ضائع حين خطف هاريكاين الهدف الثاني التسويق لكأس العالم كان من مهمة فيكتوريا لوبريفا أحد أشهر الوجوه في روسيا منذ ثلاثة أعوام وهي تجول العالم بهدف التسويق لبلدها خلال المونديل بماذا صرخت في مؤتمرها الصحفي في هذا التقرير وضعت ملكة جمالي روسيا السابقة فيكتوريا لوبريفا عالم الأزياء جانبا وصبت كاملة تركيزها على العرس الكروي في بلادها عبرت عن فخرها لتبويها مركز سفيرة كأس العالم منذ عام 2015 لأنها خدمت بلادها من خلال دخولها عشرات الدول بهدف التسويق لمونديل روسيا طبعا كل المواطنين الروس فرحون لنتيجة الفوز لم نكن نتوقع هذه النتيجة لقد شعرت في البداية بعدم الراحة أمام مواجهة السعودية لأنها الافتتاحية وبالتالي لم نتوقع أن تقدم روسيا هذا الأداء الكبير بما أنني مواطنة روسية فتشجيعي منصب على المنتخب وأتمنى الاستمرار في هذا الأداء لاحقا سفيرة المونديل تحدثت للحاضرين عن تجربتها في عالم كرة القدم فقد دخلت المجال الأعلامية من بوابة البرامج الكروية إضافة إلى أنها كانت متزوجة من لاعب دينامو موسكو السابق فيودور سومولوف فكيف تقيم المباراة الأولى لمنتخب روسيا لقد زرت لبنان في الفترة الأخيرة ولقد أغرمت به فعلا هو بلد جميل ومن المفضل لدي ودائما أسعى كي أكون على علاقة جيدة مع مختلف الأطراف العربية وقد دعوتهم لزيارة روسيا خلال كأس العالم لأنها فرصة ثمينة للتجول في موسكو التي تستضيف البطولة إلى جنب عشر مدن لا يمكنني القول سوى أهلا بكم في روسيا جميعا السفيرة الأنيقة فخورة ببلدها لأنه استقطب الجماهير من مختلف أنحاء العالم وسط تسهيلات كثيرة إضافة إلى حسن الضيافة المدينة العتيقة في تونس ساحرة لكل زائر هي شاهد على حقبة زاهرة من تاريخ تونس العربي الإسلامي ولا شك في أن أبرز منارتها جامع الزيتون الذي يعد سرحا دينيا وحضريا يمتد إلى مئات السنين عماد اشتار على صوت آذان جامع الزيتون تدب الحركة في المدينة العتيقة وحسب مواقيت الصلاة تحدد المواعيد وتبرم الصفقات هو محور الحياة وكنهها هنا وهو مقصد كل باحث عن الراحة والسكينة منارة دينية وحضارية بقيت شامخة على مر العصور رافعة راية الاعتدال منذ عام تسعة وسبعين للهجرة رغم محاولات تمسي إشعاعها ودورها من المستعمر أو تغيبها بسياسة التصحر الديني أو محاولات تطويعها كمنبر لبث الخطاب التكفيري بعد الثورة جامع عظيم في قلب المدينة العربي عنده بركة حتى من ناحية التجارية من ناحية الأمان من ناحية الأمان والطموانين عندنا معلومات عن جامع الزيتونة يخرج علماء وكانوا جزائرين في وقت الاستعمار وفي وقت جزائرين ومغاربة وليبيا والمصريين جامع الزيتونة له قيمة في إفريقيا أسواق المدينة وبيوتها العتيقة الفاخرة تحيط بالجامع من كل جانب فإليه هرع الناس للنهل من العلوم وحوله شيدت المدينة العتيقة في القرن الثالث للهجرة لتتحول إلى مركز إشعاع سياسي واقتصادي في شمال إفريقيا فيه تعقد الصفقات مع دول الشرق والغرب ومن أسواقه تصدر إبداعات حرفييها إلى الباب العالي مركز الحكم العثماني آنذا وإلى الأسواق الأوروبية أيضا المدينة العربية كما يقولوا نحن رحنيات سعادة فرحة الحاجات الحلوة برشا المدينة النقشة الهيكلة المعمارة لكني طوى بدينا نحس به وهو جزء منها وجزء من تراثنا ما تحتويه المدينة العتيقة في تونس بين شوارعها وأسواقها من تحف معمارية فريدة ومعالم حضارية نفيسة يؤهلها لأن تكون محمية ضمن التراث العالمي آثار تتطلب من الدولة أن تعمل على صيانة العديد من النفائس المعمرية التي بدأ يتهددها الاندثار بعامل الزمن للإنسان هنا اعتزاز بجذوره وهويته للتاريخ هنا شواهد ومعالم تعود إلى مئات السنين لكن لن يخبر السحرها إلا من جاب شوارع المدينة العتيقة وتنفس أطرها واكتشف البعض من أسرارها عمد شترة تونس الميادين إلى العنوين يريد مننا أن ننسحبنا وهذا كلام مستحيل أنصار الله تؤكد للميادين أن المبعوث الأممي يحمل شروطة إماراتية والجيش اليمنية تحدثوا عن انتصارات وهمية للتحالف مسؤول أمريكي يؤكد أن أسرائيل هي التي أغلت على منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية وبغداد تستنكر أي استهداف لمناطق تشهد قتالا ضد داعش قبل يومين من محاكمته منظمة حقوقية وأزانية تدعو سلطات في البحرين إلى الإفراج عن الشيخ سالي علي سلمان وبكين تتهم ترامب بالابتزاز من خلال أعلانه فرض المزيد من الرسوم الجمهورية على بضائعها الهدف العربي الأول في مونديال روسيا يسجله نصور قرداج قبل أن يسقطوا أمام إنجلتيرا في الوقت الضائع المزيد من الأخبار زروا موقع الميدين على الإنترنت الميدين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانيو دوت الميدين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة